أعزائنا طلاب طلاب الصف الثاني السنوي مرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم تبسيط العلوم كل سنة وانتو طيبين بنبدأ معاكم ترم جديد فصل دراسي تاني والنهاردة معاكم ومع مادة ومقرر الديناميكس بالنسبة للغاية هنتعرف على كل المصطلحات كل المفاهيم الخاصة به أسئلة كتيرة هنترحى عليكم وطرق الإجابة عليها وأول جزء النهاردة معانا هيكون عن الـ types of motion and velocity ان شاء الله هنشرحها ونقدمها بشكل بسيط بشكل وافي لكم ونتمنى يا رب تكونوا تستفيدوا منها في هذا اللقاء مشاهدة طيبة معانا ومعاكم النهاردة الميستر اللي مشرفنا فيه الاستوديو ميستر عبد الناصر جابر خبير تدريس مادة الرياضة الماثماتيكس بوزارة التربية والتعليم مرحبا بك معنا أهلا بك معانا وميستر عبد الناصر خلينا نسألك ونقول كيف كان الترم الأول بشكل عام في مادة الماثماتيكس مع النظام التعليمي الجديد والامتحان الإلكتروني يا طرى بالنسبة لأولادنا وبناتنا كان عامل إزاي والحمد لله بشهادة تولادنا الطلبة والطالبات الحقيقة كان الامتحان جميل جدا صحيح كان تشيط ركاد بس ده لازم لإني لازم أبين الطالب المتميز اللي بيقرم بين السطور الامتحان كان حلو الولاد في الماس كان موسطين جدا جدا اللي متفوقين تقريبا نقفلوه اللي قال شوية يعني حلو يعني 90% منه اللي قال تاني حلو 70% وهكذا يعني الحمد لله اللي مزاكرت من أول واللي حضر حلقتنا أكيد يعني ما كانش فيه مشكلة بنسبة له في الماس وفي الميكانيكس الحقيقة بالضبط دائما منقول إن مادة الماسماتيكس أو الأرثماتيكس من المواد اللي فيها اتصال يعني أولى تانية تالتة سنوية دائما القوانين وده اللي أنا عايزك تؤكد عليه في بداية هذا اللقاء كل رولز اللي هتقابلنا هنمشي عليها لازم طالب يحفظها لإنك ممكن تستخدمها في ترمي تاني ممكن تستخدمها في السنة لبعدها طبعا المفاهيم كلها والقواعد والقوانين والتعريفات المهمة والكونسبت كلها بيستخدمها بعد كده الماس مادة تراكمية 100% جميل يركز جدا السنة دي وعلى قد ما يذاكر ويدقى في كل حاجة على قد ما في تالتة سنة والسنة إن شاء الله سنة الجاية هيبقى متميز ومتمكن لأن اللي مش هذاكر كواس السنة دي هيضطر يذاكر الترمي ده من الأول والتاني وجديد يعني يذاكر تاني سنة وهو بذكر تات سنة جميل عبئ عليه كتير فأتمنى إن هو يهتم الأول ويذاكر إن شاء الله الصف الثاني السنوي بيدرس مادة الديناميكس بتعتبر جديدة عليه إزاي حضرتك تحببنا فيها وتحبب أولادنا فيها قولنا كده نبزة مختصرة عنها في بداية هذا اللقاء عن محتوى الترم عن إيه بإذن الله بوصحة حديثة احنا خدنا في الترم الأول خدنا في الترم الأول الستاتيكس وهي السولد جيومتري والستاتيكس كان بيدرس بالأكتر الأجسام المتازنة الكوليبرام باديز بس دلوقت إن شاء الله هينرس ديناميكس ديناميكس ده بتكلم عن الموشن يعني الحركة الفلسطي السرعة يعني أجسام متحركة من لسها كويس جدا وده مش جيدة عليه الحقيقة لأنه أحباء الطلبة درستوا حاجات زي كده في الفيزيكس برضو في قولة سنوي وشوية في تاني سنوي فإن شاء الله هتبقى كويسة جدا وسهلة عليكم بإذن الله نبدأ مع حضرتك بقى ونقول أول لسن عندنا أو يونت وان بيتكلم عن إيه؟ طبعا هو يونت الأولانية يعاني الديناميكس عموما وبرضه بتكلم عن الموشن والحركة والفلسطي في الحقيقة في الموشن في حركة أو موشن منتظمة يونيفورم فلسطي ويونيفورم موشن وفي حاجة تانية نسمها باريابول موشن يعني متغيرة الواحد لما بيقى ركب عربية سواء أنت اللي بتسوق أو بحد جانبك بيسوق بتلاقي الواحد يسارع شوية يوطق شوية يوقف أحيانا وهكذا دي بقى اسمها يونيفورم موشن بس هنبدأ ان شاء الله دلوقتي درساني النهاردة عن الموشن المنتظمة والموشن ونبدأ فكرة عن الموشن المتحركة وعن السرعة المنتظمة ونبدأ نشوف هل هي سرعة نسبية ولا سرعة عادية هل هي سبيد بمعنى أنه هو بس بتبقى السرعة في خط المستقيم هل هي ولا هتتغير نبدأ بقى مع حضرتك معانا مجموعة من الامثال المختلفة والامثالة والنماذج اللي ممكن تفيد الطالب وتوضح المعلومة أكثر أكيد أكيد إن شاء الله تفضل أكيد أكيد أصدقائي ستكون جميلة لدينا هنا الأول لسنة لديناميك و ريكتلينيار موشن ريكتلينيار موشن يعني أننا سوف نستطيع جوانات الموشنة في ريكتلينيار أو لينيار حسناً لنذهب إلى الأولى سوف نذهب إلى موشن لدينا ريكتلين وموشن حسناً، ما هي الموشنة بالنزل والموشن؟ إذا كان موشن يتغيرها مع موشنة لدخل موشنة مع لموشنة لدخل موشنة ثم يقول أن الموشنة الأولى في موشنة مع موشنة إلى الموشنة إذا كنت تغيير المنزلين من المجلسين في الوقت، فإنهم سيكون في حظ. لتغيير المنزلين، حظة وحظة مفتوحة مفتوحة. نعلم أن المجلس و المنزلين يكون في حظة مفتوحة لكنهم يبدوا أن يكون في حظة مفتوحة بشكل محطة. نحن نتعلم إلى الثاني، موشن و الموشن. هناك موشن كثير من موشن، مثل موشن، 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 وموشن، وموشن، وموشن. مثلاً، جميع التغيير مفتوحة بشكل محطة إلى موشن. يمكن أن يتحرك بشكل محطة، يتحرك بشكل محطة على موشن و موشن. في الوقت الاجتماعي تضيح في محطة تتعالي ومحطة تتعالي في محطة تتعالي ومحطة تتعالي في الوقت الاجتماعي حسناً يا صديقيني إذا كان لدينا قطع هنا حسناً هذا قطع يمكنني أن تتعالي الآن من هذا المكان إلى هذا المكان يتعالي من الأول المكان نسمعها A مثال إلى الثاني المكان نسمعها B عندما يتعالي هنا نعم يتعالي أولاً ويتعالي عنها ترى أعرفها يتعالي وتعالي لذلك يتعالي مع دو محطات محطة الأولى هو تتعالي لأنها تتعالي من محطة إلى مكان ويراتي عنها لذلك تتعالي المحطة وكي أيضاً ترى السنة كما تتعالي ويراتي من رقم إلى رقم ويوجد حرمونيك موشن حسنا نتحرك إلى الانتظار عودة مرة أخرى عزانا الطلاب معاكم مع برنامجنا طبسية العلوم ومستر عبدالناصر رجعنا مع حضرتك ونبدأ أول إجزامبل معنا النهاردة نحن نتحدث عن الانتظار فقط عن الانتظار المتحدة في هذا العام نتحدث عن الانتظار المتحدة تتقوني من الانتظار الموتى قائلا المتحدة تظهر جميلة خلال من المستقبل لإنجزاء المتحدة المتحدة قائلاً في تحويل وحرموني وحرموني مقرات المستق 테لاثة في هذا الرقم. مقرات المستقرات. في مقرات المستقرات المستقرات تoperدم بين دفعات الحياة. قرات الحية يت呼ه استخدام حياة الحياة وعن ثاني حياة المستقرات الدراض. مقرات الحياة في الحياة المستقرات في حيات الحياة. is an example. Look carefully my dear students to terminal point. We have a ball here. Okay. We have initial point here and terminal. Look carefully to me. Yes I have array. The starting point we call it initial point and the end point we call it terminal point. Let's move to the next slide. Distance. What is the distance here? If a train moves from Cairo to Mansoura as example then it covers a distance of 126 kilometers. The distance is a scalar quantity. It is sufficient to determine the magnitude of the distance. If the magnitude of the distance between the two cities is 126 kilometers then the number 126 represents a numerical value and kilometer is the measuring unit of the distance. Displacement vector. Okay. The displacement vector is a vector represented by the directed line segment AB because we have here the starting point which is initial point is A and the end point or terminal point is B. So the vector called AB where it is starting point A coincident with the initial position of the body and its terminal point B on its end. Okay. Displacement vector AB is denoted by S vector. The norm of the AB and that may not be equal to the distance covered by the body during its motion. Look carefully here my dear students. We have a path here. Someone starts the motion from A or somebody or a car or anything. starts from A and moves this path to B. We have here initial point and terminal point. The distance, the curve distance here represents distance but the straight line from A to B directly called displacement. Position vector. What is the position vector? The position vector of a particle is a vector whose initial point coincident with the position of the observer O and its end point coincident with the position of the particle. The position vector of the particle is denoted by R where R equals XI plus YI such that I and J and are two perpendicular fundamental unit vectors. Okay. Let's move to the next slide. What is the position of a particle? Look carefully here my dear students. We have O. O means the observer. Okay. Look at a point here. This point X and Y and this is the position vector R. Starting point here is the origin point or observer point and the end point is X and Y. Now. We have here distances. The body moves from O passing X to Y to come here to the end point here. The distance equals X plus Y. But displacement start from O directly to R. Okay. Relation between position vector and displacement vector. If O is the position of A, X1 and Y1. B, X2 and Y2 are the two positions of the particle at the two successive moments. Then the vector AB is the displacement vector of the particle. Let it called S. The vector S. If we denote the position vector at the moment T time with the symbol R node vector and the position vector to the moment T plus E with the symbol R. Then S which is the displacement equals the last vector R minus the first vector R node. Okay. We have here the same drawing here. We have O, the position, the starting point or initial point. Look carefully at this. We have from O to X and Y. The starting point here, X1 and Y1. And the end point here, X2 and Y2. Okay. So S which is the displacement calculated by this method. X2i plus Y2j minus X1i plus Y1j equals X2 here minus X1 which is the coefficients Y. It must be minus from each other. plus Y2 here plus Y2 here minus Y1. And they are the coefficients J. So we subtract them from each other. Now we have X2 minus X1 and Y2 minus Y1. X2 here plus Y1 in the direction. And the first is the first is the first direction. And the first is the I direction. The first is the I direction. The second is the J direction. And if we want to find the magnitude of them. The norm of S equals square root X2 minus X1 over power 2 plus Y2 minus 1 over power 2. we have s which is displacement equals the norm of s in direction n. n is the unit vector in direction of s. okay it is a direction of motion. so concentrate my dear students here. I repeat again this part. concentrate please. if we have a body start from this point. look careful to the ray. yes we have a ray from O to O x1 and O1. and we have to the terminal point which is x2 y2. and we have how to calculate the displacement as a vector and as a magnitude. and look carefully to n. we can symbolize it by e in a symbol but we have it a unit vector in direction of s. okay we have example here. a runner moves 80 meters due to east then moves 60 meter due to north. find the distance and displacement covered by the runner. what units? look carefully to this example to differentiate the difference between distance that the runner cover and displacement. we have here the drawing. we have the runner starts from A to B which is east and he run 80 meters. then he starts from B to C running 60 meters. and we would like to find out the distance which the runner take to move to C and displacement. we know that AB plus BC it's a distance. it doesn't matter with the vector or direction. but we will calculate displacement we concern only with the initial point and terminal point from A to C directly. so when we calculate the distance we calculate 80 plus 60. but when we calculate the displacement we will move from A to C. okay. the total distance covered by the runner here look at the same drawing. the total distance covered by the runner is the sum of the two distances from A to B and from B to C. distance equals AB plus BC equals 80 plus 60 here equals 140 meters. the displacement is represented by the directed line segment AC. okay. from the starting point directly going to initial point. okay. the same drawing here and same example. how to calculate AC. AC here from Pythagoras theorem. because we have here a right angle triangle at B. we find out AB power 2 plus BC power 2 inside square root. so it's equal 100. and 10 theta which is the direction equals y over x which is 60 over 80. then theta here from right angle triangle equal opposite over adjacent from trig which we started in the first secondary. then theta equals when we use your calculator you press the button shift 10 60 over 80 equals and theta will cover okay 36 degrees 52 minutes and 12 seconds. so that the magnitude of displacement equals 100 meter and it works in direction of 36 degrees 52 minutes and 12 seconds north of the east is direction. we have another example here. a particle moves so that its position vector r is given as a function in time in terms of the fundamental unit vectors i and j with the relation r equals r of t equals 3t plus 2 as the coefficient of i and 4t minus 1 as the coefficient of j and the request is to find the magnitude of the displacement vector till the moment t equals 4. we have here r of zero. it's very important my dear students to concentrate here. okay we will start from zero minute r of zero equals 2i where is t t here equals zero so three times zero equals zero and remain two so it's 2i minus j okay here zero minus one it's minus one j. out of four the second step we will substitute about t by four four minutes so three multiplied by t which is four plus two multiplied by i plus here four times t which is four minus one j. the total is 14i plus 15j. so s which is displacement vector equals r four of four minus r of zero. out of four here we have 14 minus two in direction of i plus 15 plus one of the direction of j. we have my distance here r of zero equal to i minus j and r of four equal 14i plus 15j and to calculate by using the rule which tell us that we will subtract the final point minus the first point or the starting point so 14 minus two equals 12i and 15 minus plus one equals 16j. and we would like to find out the the magnitude of the displacement which is norm s equals square root 144 which is 12 power 2 plus uh 256 which is 16 power 2 okay by calculating the square root of these two numbers then s equal 20 uh velocity we will uh try to definition to fight define velocity if two runners complete in a certain time interval then the runner who covers a longer distance is faster or is faster than the runner who covers a shorter distance velocity can be measured by the cover distance during a certain time interval without determining the direction of the car uh-oh-oh-oh-oh-oh. جميل وزي ما أنا شفت حضرتك أنك بترجع لبعض الهولز اللي تم استخدامها في الترم الأول لازم الطالب ياخد باله منها أنها وارد من قبل كده في الفيزيكس كمان كمان وارد استخدامها تاني وأنها تيجي معافة يستخدمها في بعض المسائل أو في بعض الأمثلة جميل طبعا سعادتي جدا بوجود حضرتك معنا واللقاءك الجميل والشيك النهاردة والديناميكس الأكيد من الحاجات المحببة طالما أن مستر عبد الناصر بيقدمها لينا وبيسهلها علينا شكرا لحضرتك شكرا أعزائنا طلاب نتمنى يا رب تكونوا استفدتم من هذا اللقاء وهذه الحلقة من برنامجكم تبسيط العلوم نهاردة حاولنا أن نحن نلقي الدوع على مادة الديناميكس اللي بتدرس ليه طلابنا في الترم التاني طبعا يا رب تكونوا استفدتم منها كثيرا حتى نلتقي معكم في حلقات جديدة شكرا لنا